تطي يقول هلو أبو راسل سي يو في رياد هلو شيك تركي سي يو في رياد هلو أم باولو مالديني and I just want to say that I'm looking forward to meet the minister شيك تركي in رياد on the 18 of December سي يو دير باي باي يعني بعد عشر أيام الآن 18 ديسمبر راح يكون عندهم مجتماع في الرياض فيصل الشوشان هؤلاء النجوم الثلاثة وربما يظهر النجم رابع إيش الاجتماع إيش تتوقع راح يكون سبب الاجتماع وما في شك أبو بدر للمرحلة الحالية بتأخرنا عن هذه الخطوة طبعا الاحتمالات واردة إيش هي الخطوة أول حاجة طيب الخطوة وجودهم في الرياض رقم واحد رقم اثنين التسويق وقيادة ملف المونديال مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم إنشاء أكاديميات ربما لكرة القدر في المملكة الرابية السعودية وتكون أكاديميات حقيقية تخرج لاعبين والنجوم على مستوى عالي جدا سلطان مش أكاديميات شكلية كما هو حاصل في بعض المدن وبعض المناطق أنت شايف أن الأكاديميات في السعودية هذه الشكلية الآن الموجودة؟ 95% منها شكلية الموجودة على الواقع والذليل ما في مخرجات لها سلطان كل جاك الآن وقالك أكاديمية برشلونة أو أكاديمية ريال مدريد أو أي نادي كان أين المخرجات؟ ما فيه تسويق إعلامي أكثر منكونة وتفريخ للمواهب والنجوم ولذلك نكتبع عندك على الجرح وتعمل بشكل جدي وصحيح لتفريخ نجوم واستخراج المواهب من المناطق وهما بدأت فيه الآن الاتحاد السلطان القدم وهي العامة الرياضة أيضا من خلال اللجان التي شكلت في المناطق لزارة الجزان ونحسا والرياض وجدة كذلك هذه اللجان التي فيها عدد من المدربين الوطنيين واللاعبين السابقين هي بلا شك هي اللجان حقيقية الآن في ظل وجود هذه الكوكبة من النجوم العالميين أعتقد سندخل مرحلة جديدة كما هي أكاديمية أوليفر كان لحراس المرمى التي ستنطلق إن شاء الله خلال الفترة القادمة سلطان شرائك الكلام لتأمل خطوات هذه وبدر وجود لعبين عالميين في السعودية هذا يعكس التطور الواضح في رياضتنا الاستفادة منهم في وضع خطط أو بعض البرامج لتطوير الرياضة الاستفادة كذلك منهم كمنافذ تسويقية للعالم لأن البلد عندنا يشهد تطور كبير في الرياضة هذا أعتقد أكثر ما يميز هذه الزيارات وممكن في أمور أخرى أكيد أن هذه العاملة الرياضة هي أحرى